ألقت بهم الحرب على قارعة الطريق وقد لا تكون هذه المحطة الأخيرة للمواطن أحمد عبدالله النازح من قرية الرحبة غرب محافظة تعز مرت أشهر عديدة وهو يتنقل بين منطقة وأخرى لكنه حتى الآن لم يشعر بالاستقرار بعد أن طالت رحلته وغادر هاربا من هجمات ميليشيا الحوثي في بعض قرى مديريات جبل حبشي حين روى تفاصيل النزوح أحسسنا بقلبه يتكسر لم يتماسك وانهار أرضا وتلك مشئة الحرب تأتي على ملامح المقهورين وتؤذي ظلال أرواحهم المنهكة من هروب إلى هروب هنا في هذا الوادي ألقى القدر بأحمد وأسرته وما تبقى من أشيائهم المتناثر لكنها لن تكون أكثر من استراحة لساعات أو بضعة أيام منذ أربعة ليالي لم ينم أحمد وهنا تحت هذه الأشجار وجد تسعة من أبنائه وقتا للراحة فقط فآخر نزوح له كان من منطقة القوز القريبة صار الرجل وعائلته بين زمانين ومكانين مختلفين ولا يملكون أي ردة فعل تجاه ما حدث لهم فما هي الأوقات العصيبة والصعبة التي يحتاج فيها المواطن لوطن إن لم تكن هذه هي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر